أهلا بكم تقريبا مصر كلها عد عليها أو عارفة حكاية هشتاج انقذ رشيد بالعربي أو سيف رشيد بالإنجلش إيه قصته ووصيت لإيه خليكم معي علشان نعرف قصة الطفل الرشيد ده والحملة دي سببها إيه لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك واشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان تعرفوا كل الجديد هشتاج انقذ رشيد أو سيف رشيد بالإنجلش تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتويتر ومع سوى اللي طفل جميل ماكملش سنتين وناس كتير ما تعرفش الهشتاج ده ليه وسببه ايه القصة بدأت لما نشر ياسر طوع والد الطفل رشيد وزوجته وفيديوهات ومنشورات نجده فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ طفله مرة ديعة المريض بعد ما تم تشخيص حالته بإصابته بضمور في العضلات الشوكية وانه محتاج حقنة تمنها 35 مليون جنيه مصري وهي أغلى حقنة في العالم طبعا رقم كبير يمكن صعب حتى أن يتم علاجه على نفقة الدولة ولكن الأمل سيد الموقف ما كانوش مدركين أنه فيديو بس هيكسب حالة التعاطف الكبيرة من رواد السوشيال ميديا في مصر وفي العالم كمان وكان حلمهم أن صوتهم يوصل للرئيس ولأن الوقت دايق فكتبت والدته هدى على حسابها على موقع فيسبوك قالت فيه إصابته بمرض جيني نادر يحمل اسمه ضمور العضلات الشوكية وقالت في رسالتها رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور في العضلات الشوكية ونسبة انتشاره واحد على ألف في الأطفال في العالم كله وقالت أن المرض ده بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضع في الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي ده بالإضافة كمان أن احنا لازم نحافظ على جلسية علاق طبيعي يوميا ومدى الحياة للحفاظ على حالته من التدهور الحل الوحيد هو حقنة بس للأسف الحقنة دي هي الأغلى في العالم تكلفتها 2 واحد من 10 مليون دولار يعني حوالي 35 مليون جيني مصري ومن أهم مشروطها كمان أن الطفل ياخدها قبل ما يتم السنتين وكملت كلامها وقالت الحقنة دي متوفرة في الولايات المتحدة ومؤخرا بقت موجودة في دبي وطبعا نظرا لسعرها فما حدش بيقدر على تكلفتها من غير تبرعات فأنا بناشد السيد الرئيس أن يعالج ابني على نفقة الدولة مع العلم أن الوقت المتاح قدامنا هو أقل من 4 شهور وختمت رسالتها وقالت من فضلكم فعلوا الهاشتاج ده وساعدونا نوصل للمسؤولين دمور العضلات الشوكية ده وحسب موقع ويب طب هو مرض وراسي بيصيب الأعصاب الموجودة في الحبل الشوكي الموجود في العمود الفقري للطفل وبيظهر ده على شكل دمور عضلات الأطراف مع ارتخاء شديد في العضلات لما بيصيب المرض الطفل فجسمه ما بيكونش قادر على تقديم نوع معين من البروتين وبدونه فالخلايا اللي بتتحكم في العضلات تبدأ في الموت ومن هنا بدأت الحملة على السوشيال ميديا من خلال جروب على فيسبوك واللي ضم آلاف من مستخدم السوشيال ميديا لجمع تبرعات لرشيد وده حصل من خلال فتح حساب بنكي في بنك سي آي بي لجمع تبرعات عليه وبالفعل وفأقل من أسبوع تجمع ملايين الجنيهات وبدأت كمان شركات ومؤسسات ومشاهير تتبرع وتشارك واللي كان آخرهم هي شركة فوري واللي أعلنت ان تحويل الفلوس هيكون من غير رسوم أو أي خدمة تسهيلا على الناس بدل ما تضطر تروح للفرع وتتبرع وإحنا كمان من مكاننا ده بنطالب الناس اللي تقدر تتبرع وتنقص طفل أو تشير الفيديو على أوسع النطاق علشان نقدر نجمع تبرعات لرشيد علشان نقدر ياخد الحقنا علشان نقدر